المجالات المالية والاقتصاد الوطني ودفع بها نحو مسارة أرحب من النماء والازدهار بما يعود بالنفع والخير على الجميع وفق تطلعات المنشودة جاء ذلك لدى لقاء معاليه دكتور نايف بن فلاح الحجرة فالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض وذلك في إطار مشاركة معاليه في مبادرة الاستثمار المنعاقدة بالرياض حيث نوها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بما تحقق من منجزات لصالح أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبأهمية البناء على ما أنجز لمواصلة ترسيخ أسس التنسيق المشترك على مختلف الأصعدة بما يسهم في دعم مسارات التنمية والوصول إلى التكامل الاقتصادي المرجو